اللي يقلص القصف هو أنهم اقتربوا أن المعارك الآن قريبة جداً أو ما يسمى بمسافة السفر مسافة السفر هي ما بين 0 و 120 متر تقريباً 117 متر أو 130 يارد بالانجليزية يارد هو حوالي 90 أو 90 سنتيمتر إذن في حدود 120 متر قولوا ما بين 0 و 120 متر تسمى منطقة السفر أو معارك على السفر إذن الآن القصف الجوي لا ينفحهم كثيراً لأن القوتين أو المتصارعين أو المتحاربين قرب جداً من بعضهم وعندما يحدث قصف يعني ذكروا أمس أن 20 جندي وضابط قتلوا بنيران صديقة وبعضهم قالوا ببعض الحوالي نيران صديقة في الغالب إما ما يشكوا في بعضهم أنهم أعداء ما همش أصدقاء فيتيروا على بعضهم أو يقع القصف والقصف اللي يقع أكثر هم أعلنوا على 20 طبعاً عدد أكثر بكثير من 20 أنا أعتقد أن عدد القتلى لا يقل عن 500 قتيل وبعض المصادر تحدثت على في صحفي صيوني تحدث على 3.3 قتيل 3.700 قتيل لكن إذا خذنا بالأقل هو 500 أفضل تقديرات تحطه في حدود 1250 قتيل إذن لديهم أعداد كثيرة تقتل بنيران صديقة أي بنيرانهم هم في مبيناتهم ولذلك الآن القصف يقل في المناطق اللي هم متواجدين فيها في معارك ومواجهة قريبة جداً من المقاومة ترجمة نانسي قنقر